حقيقة خلونا معانا أخبار حقيقة كتير كمان تخص النادي الأهلي بشكل كبير جدا النادينا للنادي الأهلي الحقيقة بيستعد بشكل كبير لمباراة شباب بولزداد النهاردة الفرقة يعني بيواصل أو النادي الأهلي فرقته بتواصل تدريباته على معلعب التيتش بالجزيرة باستعدادا لهذه المباراة الهمة مستر كولر المدير الفني للفريق عمل محاضرة وصيارة كده أكد من خلالها على العديد الحياة من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران في إطار كل دوة يعني تجهيز اللعيبة بالشكل المطلوب للمباراة القادمة كمان اللعبين أدت فقرات بدنية متنوعة في هذا المران وقبل الانتقال للتدريبات التخصصية كان فيه تأسيمة في الآخر أو مباراة كده ما بين فرقتين كانت قوية جدا شارك فيها جميع اللعبين على الجزء الآخر راميشل يانكون مدرب الحراس يعني كمان الرباعي مصطفى شبير حمزة علاء ومصطفى مخلوف والقادم الجديد محمود الزنفولي الوجه الجديد في النادي الآلي في تدريبات خاصة بحراس المرم حضرتكوا عارفين أن النادي الآلي خد يوم الاثنين اللي فات مباراة ودية مع اسموحها وقدر يكسبها اثنين واحد وكان اللافت للنظر الحقيقة للمهاجم مودست وإحرازه الهدفين في هذه المباراة وبيظهر بشكل أكتر من رائع على الجانب الآخر الوافد الجديد الآخر وسامة بوعالي بيواصل التأهيل من إصابته في العدلة الخلفية وبيواصل طبعا إجراءات البرنامج التأهيل بيخضع ليه طبعا في الفترات القادمة بسبب الشد في العدلة الخلفية اللعيب قدم فقرات علاجية في الجيم قبل ما يستكمل فقرات البدنية بالجرد الخفيف حول الملعب طبعا من خلال برنامج وضعه الجهاز الفني أو الجهاز الطبي طبعا لتأهيله وعودته إن شاء الله في أسرع وقت ممكن للتدريبات الجماعية ومنها للمباراة على جزء آخر عودة دي يانج أليو دي يانج بيعود مرة تانية بعد طبعا رجوعه من منتخب مالي بيأدي تدريباته مع النادي الأهلي وظهر النهاردة في التدريبات الصباحية من خلال التدريبات الجماعية ويعني بيستعد بشكل كبير للمباراة القادمة يعني الجهاز الفني طبعا إداله راحة شوية لأنه كان رجع أول مبارح وإداله راحة يومين كده ورجع للتدريبات مرة تانية في استاد التيتش استعدادا لمباراة القادمة سواء على المستوى الأفريقي أو المستوى المحل خالد عبد الفتاح كمان النهاردة بيعمل برنامج علاجي مكسف عشان يخلص طبعا كمان من الإصابة اللي اتعرض لها في أربطة القدم الدكتور أحمد جبالة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قال إن الفحصات الطبية اللي أجراها خالد عبد الفتاح أثبتت تعرضه للإصابة بجزع فيه أربطة القدم هيخضع عليه برنامج علاجي ويتأهل لتجهيزه إن شاء الله في الفترة اللي جاية قال إن خالد عبد الفتاح عمل إشاعة رانين مع ناطيسي واستكمل باقي الفحصات الحقيقة بعد تعرضه للإصابة ده في مباراة سموحة اللي فاتت وإن شاء الله يكون إصابة بسيطة جدا جدا وكل الناس تعود إن شاء الله لأن النادي الأهلي عنده مباريات وتلاحهم مباريات كبير جدا خلال الفترة اللي جاية سواء على مستوى بطولة أفريقيا ثم الدوري ثم بطولة أفريقيا ثم الدوري كلها الحقيقة ما بين كل مباراة مباراة 3-4 أيام ما بينها سفر هنلعب في الشباب بولزداد وبعدين هنطلع على غانا عندنا ميدياما الغاني وبعدين عندك في الدوري وبعدين ترجع تاني على القاهرة عشان مباراة الأخيرة مع فريق يانج أفريكنز الحقيقة مباراة كلها قوية جدا وإن شاء الله بإذن الله التوفيق يكون في صالح نادي الأهل طيب زي ما قلت لحضراتكم النهاردة كلام كتير شوية جدا عن منتخبنا هنوضح كل حاجة عن النهائي المرتقب ما بين ساحل العاج أو قد فور ونيجيريا نتكلم عن كمان استعدادات النادي الأهل لمباراة شباب بولزداد ترجمة نانسي قنقر